موسيقى مشاهدينا مع أولى فقرات حلقة اليوم ومع جامعة الشارقة جامعة الشارقة منارة علم ومعرفة تسعى لتقديم كل أشكال الرعاية والدعم لطلبتها من خلال توفير كافة مستلزمات النشاط اللاصفي لهم من حيث الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية حيث شارك طلبت جامعة الشارقة في الدورة السابعة عشر من مسابقة الخطاب البيئية للكليات والجامعات في 2017 على مستوى الوطن العربي التي نظمتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة وفد جامعة الشارقة أحرزت المركز الأول في موضوع جودة التعليم خارطة طريق للتنمية المستدامة لطلبة كلية الطب بالجامعة يسعدنا اليوم أن نشارك فرحة كلية الطب بجامعة الشارقة هذا الفوز معنا الطالب محمد هيثم شايب والطالبة تالا محمود تلاوي حياكم الله معنا في الستوديو نبارك لكم على أنجازكم العظيم يعني نقدر نقول على المركز الأول في هذه المسابقة شكرا في البداية لو تعطوني نبذة عن هذه المسابقة مسابقة الخطابة البيئية كان فيها أربع فئات نعم كل فئة موضوع بخص البيئة موضوع عن البلانت والبيبل عن الكرة الأرضية والناس اللي عايشين عليها كيف نلاقي التوازن موضوع عن التعليم ومواضيع أخرى بتخص البيئة وكيف نلاقي الحلول وكيف نعرض هذه المواضيع طلبت الطبي جامعة الشارقة الفريق تبعنا شاركنا بموضوع التعليم جودة التعليم هي خارطة الطريق إلى التنمية المستدامة وهذه المسابقة تمت في الإمارات العربية المتحدة واجتملت على حوالي 60 جامعة من مختلف أنحاء الوطن العربي ما شاء الله أنتوا في أي فئة تخصصتوا بالضبط؟ نحن في فئة التعليم الفئة الثانية وكنا في فريق الطبي الكلينيكي لأنه سنوات رابعة وخامسة بالجامعة لماذا بالضبط اخترتوا هذه الفئة؟ لماذا لا اخترتوا أي فئة أخرى؟ هل هي الكلية متخصصة في هذه الفئة فقط؟ لا نحن لأنه من آمن أنه هذا الموضوع مهم كثير بحيث التعليم هو أساس معرفة أي إنسان موجود وهي الفئة وهذا الموضوع كان كثير ممتع بالنسبة لأينا كان فيه كثير أفكار والطريقة اللي بدنا نقدمها كانت فكرنا بطريقة فريدة غريبة مبدعة لحتى نقدمها فلجأنا إلى الدكاترة في الجامعة اللي بيختصوا بالأنشطة الطلابية ونحن نشارك بهذه المسابقة عن المؤهلات عن الكفاءة اللي بتخلينا نفوز بإذنه تعالى وتم التسجيل على هذه المسابقة جميل ما شاء الله أحد الأسباب اخترنا هذا الموضوع بالضغط هو لأيماننا أن التغيير وموضوع مثل الاستدامة لازم يبدأ من مراحل الطفولة بالتعليم بمختلف طرقه فلذلك شعرنا أنه نحن فينا نقدم فكرة حلوة عن هذا الموضوع فتم اختياره حلوة ما شاء الله المسابقة تكون سنوياً يعني هي ويتم مشاركة كلية الطب في كل سنة من خلال هذه المسابقة لا بشكل عام ما كان الاشتراك كل سنة على حسب هو الجامعات ترشح نفسها لتشترك بالمسابقة فالسنة هاي اشتركت كلية الطب ومن سنتين تقريباً كان فيه اشتراك لكلية الطب بالاضافة لاشتراكات لبعض الكليات الأخرى من جامعة الشارقة يعني هناك مشاركات من معظم كليات الدولة وإضافاً الوطن العربي كم عدد الكليات الذي كانت مشاركة فيه المسابقة تقريباً تقريباً كان فيه 60 جامعة مؤهلة ومن خلال 60 جامعة نقدر نقول أنتوا للمركز الأول الحمد لله حصل نحن المركز الأول على فئتنا وحصلنا مركز الوصيف الأول على مستوى الفئات كلها ما شاء الله لو نتكلم عن مشاركتكم في هذه المسابقة كيف جاءت في البداية كيف تم عمل الفريق وكونت هذا الفريق وكونت الفكرة تحدثوني عن هذا الجانب نعم صراحة تعبنا كثير لحتى نحن زملائم نعرف بعض وإلنا مشاركات قبل بفعاليات أخرى والحمد لله كما ننفذنا فيها فإلنا جمعنا بعض وبدأنا نطلع بفكرة اللي نجد ما لاقي شايب ورامي قرقوت وعمر ميداني وروان مجدلاوي وأنا اجتمعنا بنا فكرة غريبة مو بدعة والأمانة الفكرة كانت لزميلنا رامي قرقوت إنه بنا شي غريب مو بس عرض باور بوينت ونوقف نحكي والفكرة كانت عن الواقع الافتراضي بحيث فيه فيديو مصور وإحنا نحادث هذا الفيديو بطرح القضية اللي نحكي عننا عن التعليم فبالفيديو كانت زميلتنا روان كالمعلمة وإحنا كنا على المسرح كطلاب وكنا مدربين بكتير بشدة وأبدا على دقيقة منحكي وإذا سكتت روان بهذه الثانية إحنا منرد هون يعني كان فيه مساعدة من بينكم فيه تعاون الحمد لله الحمد لله وكان كل واحد فينا مستلم عنصر من عناصر التعليم للاستدامة فأنا تحدثت أنه الوالدين هما الأساس هنن الأساس للتعليم وإذا عم نحكي عن تربية الأجيال فالوالدين لهم الفضل الأكبر زميلي الآخر قال لا المدرسة هي مؤسسة التعليمية الأولى والتثقفية الأولى اللي بمر فيها الطفل زميلنا شايب حكى أنه أنا باعتقادي التحفيز المعنوي هو إله الأهمية الكبرى وقت أنا بدي أحكي عن التعليم وخاصة فكرة الاستدامة وتم عمل موقع عن طريق زميلنا عمر ميداني موقع كنموذج لجائزة البيئة والاستدامة كفكرة قد يتم اقتباسها فيما بعد وعملها كعرضنا حلول أنه كيف فينا نستخدم التعليم لحتى نعلم الأجيال القادمة عن أهمية البيئة التي نحن عايشين فيها حلو ما شاء الله محمد لو نتحدث عن الفترة التي طلعت الفكرة إلى بداية المسابقة في هذه الفترة كيف كانت لكم يعني شو سويتوا في هذه الفترة هلأنا نحن بالبداية وقت اخترنا الموضوع اجتمعنا مع بعض وقضينا تقريبا ما يقارب الأسبوع أو الأسبوعين عم نحاول نلاقي طريقة لنبرس فيها هذه الفكرة بطريقة أبداعية بطريقة مختلفة فلما بدأت أسبوعين كنا عم ندور على كيف ممكن نوصل لها الشيء هذا فطلعنا بعده بفكرة الفيرتو ريالتي اللي هو الواقع الافتراضي وبعده بدنا بقى كل واحد فينا يكون مثل الكلام اللي هو بده يحكيه فيجهز الخطاب تبعه وبعده لمدة أسبوع كانت فترة تدريبات مكثفة لنقدر نطقن الخطاب اللي بدنا نحكيه قبل ما نطلع على المسرح حلو والخطاب تقريبا كم كانت مدته لكل شخص كان له مدة معينة أو مدة متوزعة للجميع كان الخطاب كامل عشر دقائق فنحنا كل واحد فينا تقريبا حكا دقيتين بالبداية وبعدين نحنا اجتمعنا مع بعض ووضحنا شغلة أساسية جدا أنه فكرة واحدة لا تبني الأوطان أنه نحنا لازم نجمع بين الوالدين بين المدرسة وبين التحفيز فهي بالنهاية كانت ما يقارب الثلاث دقائق حلو وهو هذا كان الأرض حلو ما شاء الله أنزين لو نتحدث عن المسابقة شو رايت جتالة يعني شو أهمية مشاركتكم أنتو كونكم طلبة في هذه المسابقة أول شيء المشاركة بمسابقة موضوعها مو بالطب شيء جميل جدا فإلنا خلينا نشارك بموضوعنا تثقف نثقف حالنا أولا ونعرف أكتر عن البيئة والمواضيع اللي بتتضمنها لأنه طول وقتنا معنيين بالطب البشري والأمراض وما إلى ذلك صحيح يعني ما شاء الله التخصص يختلف عن موضوع الفكرة نحن نقدر نقول تماما فهذا كان تحدي بعين ذاته أن نشارك بموضوع نحن معلنا فيها الخبرة أو الخلفية تماما الشيء الثاني المهارة الخطاب الوقوف على المسرح التعامل مع الزملاء بفريق نفكر كيف نطلع بفكرة التنظيم هاي كلها مهارات مكتسبة عن طريق المشاركة بهذه المسابقات صحيح والإنسان بالمجتمع بالأخير مو بس علامات وشهادات صحيح بالطبع الشخصية هاي بالطبع أخي محمد الفكرة تختلف طبعا مثل ما قالت أن الفكرة تختلف كليا عن تخصصكم فأنت كيف شفت التحدي اللي صار من خلال المسابقة هو نحن طبعا كان في العديد من التحديات اللي واجهتنا لنشترك بهذه المسابقة أحد أهم هالتحديات هو مثل ما حكيت تالا أن الموضوع كان مختلف تماما عن الشيء نحن بنعرفه بس بنفس الوقت هذا كان فرصة مناسبة وفرصة جميلة لألنا لحتى نتعلم أكتر عن البيئة وعن الاستدامة لأنه هي بالنهاية موضوع بيعني الجميع طبيب سواء مهندس أي عضو بالمجتمع من التحديات الأخرى اللي واجهتنا أنه هو التحدي الصراحة نحن وضعنا لنفسنا بالعادة نحن بجميع المسابقات كنا نتكلم باللغة الإنجليزية فحبنا هالمرة نتحدى نفسنا ونحكي باللغة العربية الفصحة وهو شيء جديد بالنسبة لألنا وطبعا هالشيء اطلب مننا مجهود أكبر بس نحن كنا مقامنين بأهمية لغتنا العربية وبقدرتنا على توصيل الفكرة باستخدامها فالحمد لله بعض جهود يمكن كانت شوي كثيرة قدرنا نوصل الفكرة بطريقة حلوة بلغتنا الأم حلو ما شاء الله هل التحديات متشابهة أيضا مع زبيلة محمد ولا كان عندك تحديات أخرى أهمها كان التحدي أنه كيف نقدم عرض بلغتنا الأم باللغة العربية الفصحة والتحديات الأخرى نفسها رهبت قبل الوقوف على المسرحة خاصة أنه وقتنا كان مضبوط بالدقيقة مع الفيديو فالحمد لله تم بنجاح والله وفقنا للفوز فالحمد لله أكيد من بعد هذه المسابقة وهذه الفكرة كان في أهداف من أجلها أنتوا أردتوا هذه الفكرة لو نتحدث عن الأهداف التي تم وضعها الأهداف كان فيه نوعين للأهداف فيه أهداف شخصية وفيه أهداف تتمحور حول تمثيل جامعة الشارقة وتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة بأفضل صورة بمسابقة على مستوى الوطن العربي من ناحية الأهداف الشخصية فهي كما ذكرت تالا نحن مهارة الإلقاء والخطابة والتحدث أمام الجمهور هي مهارة نحن نعتز فيها ونحن الحمد لله كمان في السابق قدرنا نفوز لمدة أربع سنوات متتالية المركز الأول على مستوى الإمارات العربية المتحدة في المناظرات المقامة بين الكليات الطبية وهي بنهاية مسابقة خطابة فحبنا هالمرة كمان أنه نرفع من هدفنا وننتقل لمستوى الوطن العربي واشتركنا بهالجائزة هاي وأحد الهداف الشخصية الثانية هي أنه نتعلم أكتر عن البيئة عن الاستدامة أنه نتحدى نفسنا وندخل بهالعالم الواسع حلو ماشاء الله يعني كانت لكم أيضا مشاركات في مسابقات أخرى اه لك ونفس الفريق هذا كان يشارك في مسابقات أخرى أو الفريق مختلف؟ هو في عناصر كانت متكررة بالفريقين أنا الحمد لله من أربع سنين كنت بالفريق نفسه صديقي رامي كان من ثلاث سنين تارى انضمت معنا السنة الماضية والحمد لله حفظنا بجميع السنوات المركز الأول الحمد لله من بعد المسابقة يوم عرفتوا أن أنتوا حصلتوا المركز الأول كيف كان شعورك؟ شعور رائع كنا طبعا على أعصابنا أنه قدمنا شي غريب الحمد لله كان الحكام سعداء جدا أنه كانت فكرة غريبة قدمت على المسرح بفئتنا وعلى حتى باقي الفئات شعور بالفخر أنه على مستوى الشخصي مثل المقال أنه أنه عملناها الشيء كان شي صعب والحمد لله فزنا فيه وفوز مشرف أنه نهديه لكلية الطب لجامعة الشارقة لكل شخص كان داعم لنا حتى نصل لهذه المرحلة ما شاء الله وكيف شفتوا دعم الأهل والأصدقاء من هذا الجانب محمد؟ دعم الأهل والأصدقاء طبعا كان فيه دور أساسي جدا نحن جربنا نعمل الإلقاء دام أهلينا ودام أصدقائنا وكانوا تقريبا خمسة أو ستة من أصدقائنا من خارج الفريق يكونوا موجودين دائما معنا خلال الحلقات التدريبية وكانوا يعطونا بعض النصائح بعض الأفكار لحتى نضيفها للمشروع فكان كل دعم هذا دول أساسي جدا بالمشروع النهائي الذي أتمناه حسنا أنزيل لو نتحدث عن الفكرة التي وضعتموها أكيد كانت هناك أفكار كثيرة تم مشاركتها في هذه المسابقة ما الذي يميز فكرتكم عن باقي الأفكار الثانية؟ أول شيء نحن بالتعليم حكينا عنه من أكثر من عنصر باقي المشاريع التي قدمت كلها حكيت عن التعليم والمدرسة وكيف نضع مناهج جديدة تدعم للبيئة وما إلى ذلك أفكار رائعة جدا أما بمشروعنا مشروع طلاب الطب بجامعة الشارقة كان أنه هي لا مو بس التعليم بالمدرسة التعليم فيه له كتير عناصر أخرى عنا عادات الأهل وطريقة الأهل بالتعامل مع الأشياء البيئية كتير مهمة لأنه طفل كتير بيتعلم من أمه وأبو وأول شخصين بيوع عليهم بشوف طريقتهم بالتعامل مع الأشياء هاي شغلة الشغلة الثانية أنه حتى لو المدرسة المدرسة مو بس الشي يكون أنه تعليم وطلقين لا لازم يكون الطفل له علاقة عملية بالمعرفة عن البيئة وكمان شو اللي بيخلي الواحد الشي هيك يتحمس أنه يعرف عنه ويشارك في غير التحفيز طبعا سواء كان معنوي أو مادي أو جوائز بتحفز الشخص أنه يعرف عنه أكتر ويدرس أكتر فمثلا هذه المسابقة لو ما كانت موجودة لا أعتقد أنه كنا كتير حنكون محفزين أنه نروح ونقرأ عن البيئة وكيف يمكننا فعلا نفكر بالتنمية المستدامة أجت هذه المسابقة حبينا نشارك فيها وفعلا ثقافتنا بخصوص هذا الموضوع فعلا زادت جميل جدا أنا أستاذنكم وأخذ فاصل وبرجأ معكم مرة ثانية إن شاء الله مشاهدينا فاصل ونرجع معكم مرة ثانية حياكم الله مشاهدينا مرة ثانية مشاهدينا عن جامعة الشارقة وإحرازها المركز الأول في مسابقة الخطابة البيئية للكليات والجامعات يسعدنا ويشرفنا لينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور قتيب أحميد نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب حياك الله الأستاذ الدكتور قتيب أحميد أهلا وسهلا السلام عليكم بداية نبارك لكم على حصد كلية الطب في مسابقة الخطابة البيئية الكليات والجامعات على المركز الأول شكرا جزيلا العفو هذا واجبنا لكن في البداية ماذا يمثل لكم هذا الفوز أستاذي نحن هذا الفوز فخورين فيه وفي طلابنا وهذا يتماشى مع رؤية الكلية أن نغير الفكرة عن طلاب كلية الطب الذين كانت معروفين أنهم مشغولين في الدراسة وفي التدريب ولكن كلية الطب وجامعة دائما تحفز الطلاب أن يخرجوا خارج هذا النطاق وأن يشاركوا في المناهج الغير دراسية وهذا ما حصل بين طلابنا الحمد لله شاركوا في هذه المسابقة وكانوا حرجوا على المركز الأول فهذا يشارك كلية الطب ويتماشى مع رؤيتها المستقبلية لأن نخرج الطلاب من حيث دراسة والتدريب فقط داخل الجامعة إلى المجتمع وإلى أيضا الأشياء الغير صفية أستاذي لو تحدثنا عن جانب أهمية مشاركة جامعة الشارجة بمثل هذه المسابقات لأن جامعة الشارقة دائما تحرط أن تكون جزء من المجتمع وجزء من تسقيف المجتمع من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشارجة وهذا الاستفير لهذه الجامعة هو طلابنا طلابنا لاهم القابلة على هذا العمل فتشجع دائما الجامعة تشجع الطلاب على الخروج والمشاركة في هذه المسابقات وخاصة ما يتعلق في البيئة لأن البيئة هي شيء مهم ولأنه يتغير بشكل مستمر ولهذا وجود الطلاب في هذا هو شيء مشرف وأيضا تشجعه بكل ما يستطيع في إجابة الشارجة صحيح لكن أستاذي هناك سؤال أنا أخطر عبالي أن توجهات كلية الطب تختلف مع المسابقة كونها المسابقة عن البيئة وما إلى ذلك ما هو رأيك من هذا الجانب مثل ما قلت لك أنه نحن نريد أن ندرب الطلاب على أن يخرجوا من الجانب الضيق طبعا صحي يعني بالتأكيد كانت هناك تحديات كبيرة من بين الطلاب والمسابقة ويشاركون في المناهج الرياضية والبيئية والخطابة وأيضا كانت المنافسة الشديدة لأن هناك طلاب كثير من قليات أخرى كنا نتوقع أن يكون هم الأوائل لأنهم متدربين على هذه الأشياء لكن طلابنا بحمد الله كانوا نشيطين في هذه تدربوا عليه التدريب السيد وكان نتيجة نحصل على المركز الأول وكرموا من خلال رئيس مدير الجامعة ومن خلال قليل الطب وأيضا هذا شيء نحاول أن يستمرون في طلابنا ونشاركوا في هذه النشاطات إن شاء الله أستاذي إن شاء الله دائما إلى مزيد من المراكز الأولى بإذن الله لكن خبرني عن دعم جامعة الشارقة لهؤلاء الطلاب لتعزيز من مهارات وقدرات طلابها ولسيما كلية الطب والله يعني شاملة الشارقة بتعليمات من سمو الشيخ سلطان القاسم هي رئيس الجامعة ومدير الجامعة دائما تحسن على تجيئ الطلاب واتخصصت أيضا قصة من الميزانية في ميزانيتنا لتجيئ هذه المبادرات والحمد لله في سنة أثنتين إلى آخرتين كانوا طلابنا نشيطين في قضايا كثيرة خارج التدريب والتدريب وحصدوا على مراكز الأولى وبين بقية الجامعات وكما تعلم في هذه المسابقة كان هناك جامعات كثيرة يتنفسون على هذا اللقب وبحمد الله سبحانه وتعالى أن طلابنا فازوا على هذا فهذا ينشرفنا ونحن نعمل على الاستمرار في تجيئ الطلاب وقع لتعزيزنا أن يتشاركوا في هذه المسابقات الأستاذ الدكتور قطير بحميد أنا أشكرك على المداخلة الطيبة عن هذه المسابقة وحصدكم على المركز الأول أنا أشكرك جزيلا شكر أنا أتمنى أن يكون طلابنا ليس يطداء جيدين وعلماء جيدين ولكن أيضا مشاركين في المجتمع وفي خدمات المجتمع بشكل عام إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله شكرا شكرا جزيلا سمالنا المداخلة من الأستاذ الدكتور قطير يعني ما شاء الله هناك حماس فيه نقدر نقول دعم من جانبهم لو نتحدث عن الدعم اللي حصدتموه يعني من قبل كلية الطب ممكن نحكي من قبل جامعة الشارقة ومن قبل كلية الطب نبدأ من جامعة الشارقة من جامعة الشارقة نحن من وقت ما انضممنا لجامعة الشارقة كان فيه تأكيد يومي من قبل الجامعة أن الحياة الجامعية لا تقتصر فقط على ما يحدث داخل الصفوف الدراسية كان فيه تأكيد من جامعة الشارقة أنه هن المستعدين لدعم أي طالب بأي موهبة أو مهارة بيمتلكها سواء كانت رياضية ثقافية فنية ممكن أو أي هواية فهذا الشيء طبعا كتير بينعكس بشكل إيجابي علينا نحن كطلاب مثلا على سبيل المثال هي مثل شغلة صارت معي أنا بحب أسكرها هلأ في أحد المناسبات فعالية كانت منظمة من قبل اليونسوف كنت فيها أنا عريف الحفل وكان دكتور محمود ديرابسل هو عميد شؤون الطلاب نعم ونعم فيه ونعم فيه أكيد كان حاضر من قبل الجمهور فهو أعجب بطريقة إلقائي فاستدعاني لعنده على المكتب وأعطاني مثل هدية صغيرة جدا وكلمة تحفيزية فهل كلمة تحفيزية أنه استمر بالإلقاء وما تترك هالمهارة ما تترك هالموهبة أنه نحن نقدر نكمل بهالمجال هذا وطبعا كمان كلية الطب مثل ما تفضل الدكتور كوتيبة كثير بيعطي أهمية كبيرة لجميع الأنشطة مثلا أنا وطالع إداريين بأحد المنظمات بكلية الطب هي مجموعة طلبة الطب وفي حال نحن احتجنا لتنظيم أي فعالية عنا بالكلية سواء كانت ثقافية، رياضية، ترفيهية نعم منقدم الطلب لدكتور كوتيبة ومنحصل على الدعم اللامنقطع طبعا كمان من جميع الأعضاء من جميع الدكاترة الموجودين والإداريين وطبعا منحب نذكر الدكاترة اللي كانوا مشرفين علينا دكتور محمود بطايني والدكتور رحيبة برقاوي اللي يساعدون كتير لنقدر مصلحة المرحلة الله يطيهم الصحة والعافية تالا لو نتحدث عن مدى تنظيم الوقت مدام أنت ما شاء الله لتشطال بأعتقد وبدلت سنة وتتخرجين إن شاء الله فكيف نظمت وقتك مع المسابقة كون هني يمكن المسابقة تأخذ وقت يمكن من يومك صحيح فأنت كيف كانت تنظيم الوقت عندك دوامنا كان نصبح بالمشفى وأول ما نرجع بحط مثل أولويات إنه شو عندي اليوم لازم أنجز فتقرب بالوقت للتقديم المسابقة طبعا كانت أولى أولوياتي هي المسابقة والدراسة خصصت لها وقت فكان ترتيب شوي صعب بس دائما في سلسلة للأولويات اللي عندي إياها وبظن هاي واحدة من الأسباب اللي الحمد لله الله قدرني أن يكون ناشحة بالحيال بنظري يعني أني مترأسة جمعية طلبة الطب الـ Medical Students Association نفس الوقت السنة خامسة فهي السر في ذلك بنظري هي ترتيب الأولويات ما شاء الله ونفس الوقت ما كان فيه لهذا شيء أي تأثير من ناحية الإنجاز العلمي بيبقى هو طبعا الدراسة موضوع جدا جدا مهم والحمد لله أغلب الطلبة اللي بكونوا نشيطين بالأنشطة اللاصفية بقدروا يحققوا نتائج حلوة امتياز مع مرتبة الشرف أو من الأوائل على الدفع هو شيء منفتخر فيه كمان ما شاء الله لو نتحدث عن في النهاية عن التطلعات المستقبلية من قبل كنت محمد شو أهل راح ترد تشارك في هذه المسابقة هل سأرد أشارك بهذه المسابقة إن شاء الله ممكن السنة القادمة بما ستكون آخر سنة لألي بالجامعة ممكن لو ما شاركت أنا الفريق اللي حيشارك أكون معه مثل منتر أشوف هن شو عبامل و أعطيه النصائح لحتى إن شاء الله يحافظوا على النجاح و حتى النجاح أكبر منه و يحافظوا على أرسل المسابق و يحافظوا على أرسل المسابق بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله و ماذا عنتش أنتي تعالى هل منت طلعات مستقبلي إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله تتخرج على خير و سلامة من كلية الطب و دعم لأي فريق يريد أن يشارك بهذه مسابقة الخطابة البيئية مرة أخرى بيكون عننا الخبرة و نعرف كيف الأمور يتم إجراءها فأتمنى لكل الفرق التي ستشارك إن شاء الله في السنوات المقبلة للفوز الأكبر إن شاء الله أخي محمد و أختي تعالى أنا شكركوا مع الحديث الطيب و إن شاء الله إلى مزيد من المراكز الأولى بإذن الله في المستقبل إن شاء الله شكرا لإلك